موسيقى موسيقى بس لو الالتهاب قعد اكتر من 3 شهور ده بنسميه هنا بقى الالتهاب مزمن في الجيوب الانفية في الجيوب الانفية العلاج الاول بيبقى بالادوية نحن بنيدي حاجات مزيل احتقان وغسول للانف ومضاد حيوي حيث نحن نحاول نصرف الافرازات اللي بقى الجيوب الانفية لكن لو العلاج ده فشل يبقى احنا بنتطار نلجأ الى وده طبعا بيبقى في الالتهاب المزمن بنتطار نلجأ الى عملية تصريف للجيوب الانفية بالمنزار طبعا دي بتبقى عملية تحت مخدر عام بس عملية بسيطة وبنصرف فيها وبنسع فتحات الجيوب الانفية طبعا قبل العملية دي لازم نعمل اشعة مقطعية علشان نعرف بالزبط احنا ايه الجيوب الانفية المتصابة اللي احنا هنبتدي فعلا نعليجها او نصرفها ده بالنسبة للتهاب الجيوب الانفية البكتيري على عوجها لك شكرا لحدتك اشتركوا في القناة